موسيقى مساء الخير دخلت البلاد مرحلة فك طلاصم القانون الجديد لتبنى على الانتخابات تحالفاتها فما صدر في الجريدة الرسمية سوف يحتاج إلى تحليل الرمز ووضع نقاط الأقضية والدوائر على حروف المرشحين والناخبين لكن العبرة ستكون في التحالف ونسج لوائح قادرة على التحصيل ولحينه فإن بعبدة تجاهز طاولتها لحوار سياسي يوم الخميس المقبل يضم الأحزاب والتكتلات الممثلة في الحكومة وسيقدم رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء تصوراته للإصلاح في فترة عهده وأول من أعرب عن عزمه المشاركة كان زعيم تيار المرد النائب سليمين فرنجي في حال تلقى الدعوة وقالت مصادر القصر إن المدعوين إلى هذا اللقاء التشاوري هم رؤساء أحزاب لهم وجودهم في الحكومة وستكون دعوة موجهة شخصيا لرئيس الحزب وليس ممثلا عنه لكن استثناء وحيدا سيشمل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله آخذا بالاعتبار الدواعي الأمنية ولن يكون هناك جدول أعمال حرفيا بمعنى الكلمة إنما سيتم البحث في تفعيل السلطتين التشريعية والتنفيذية وأكدت المصادر أن فرنجية مدعو إلى المشاركة طالما أنه رئيس تيار ممثل في الحكومة وبموجب هذه الدعوات فإن طاولة بعبدة لن تضم الكتائب أو الرئيسين ميقاتي وسانيورا والنائب محمد الصفدي كما درجت عادة الحوارات السابقة وإذا كانت أولويات طاولة القصر هي مناقشة العثرات السابقة وتفعيل المؤسسات الدستورية والبحث بما لم ينجز من الطائف وإلغاء الطائفية السياسية كمقدمة لإنشاء مجلس الشيوخ فإن الأولوية الشعبية تفرض على لقاء القصر قضايا أقل جدلا وتتعلق تحديدا بسياسة القمع عند أبواب مجلس النواب فقبل أن تبتدع مجلسا للشيوخ وتناقش سبل الإصلاح اعملوا ولو لمرة وحيدة على كف يد كل من يستسهل إهانة الناس وضربهم وسحلهم على مرأة من مؤسسة الديمقراطية الأولى في لبنان والأغرب من الجريمة هو سكوت النواب عنها فما أن اطمأنوا إلى مستقبلهم سنة إضافية حتى بلعوا ألسنتهم باستثناء قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وبينهم النائب بطرس حرب الذي أدان القمع الوحشي من قبل القوى العسكرية بحق المتظاهرين ضد التمديد الثالث لمجلس النواب فقبل أن تسووا القضايا الكبرى امنحوا وقتكم لجريمة مؤهلة للتكرار وتقف وراءها شرطة مدعمة بقرار المجلس وبمجموعة مناصرين افتراضيين يلقون اللوم على الضحية نصرة للزعيم اشتركوا في القناة